السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير بصحة وسلامة ان شاء الله وعافية اخواتي اليوم رح اوريك نسوي هذا الشكل بس الدائرة لانه الشكل كله ياخد وقت كتير وعشان عندي طلبية لازم يكونوا جاهزين سامقوني الحين بس رح نسوي هذه الدائرة وبعدين ان شاء الله الشكل كله رح اوريكم رح نعمل الاكس كما وريتكم من قبل ندخل من تحت منها واحدة اثنين وندخل هدي الكروشي ورا الكروشي نحتاج الى اثنين كروشي واحد نشتغل عليه وواحد نحط الشغل عليه شوفوا ندخل من تحت من جوا يمكن الصورة مش واضحة ايوه ندخل من جوا شد الخيط نعمل غرزة واحدة نحبس الخيط وندخله جوا منا صاروا عندنا اتنين نفس الطريقة رح نعمل تسرة عشر آآ عامود نقول اتنين تلاتة اربعة خمسة ندخل من من نص ونشيل ندخل هجوة الكروشي نعمل هنا غرزة واحدة نسبتها ونمسكها بهد القروشي هاد الشكل انتو بس عملته آآ قدرتوا تسوي من هاد الشكل الدائرة تقدروا تستعملوا بأي طريقة مش ضروري آآ بهاد الشكل ايوه كملت تسعتاشر وحدة شوفوا آخر وحدة رح نعمل الغرزة ونشيلها من جوات عشان نسبت الخيط ما يفتحوا كل الغرز انو هادا كروشي لو ما سبتنا الخيط هنا رح تفتح كلا ياتم شوفوا زي ما شلنا اصبعنا من جواتهم احبسوهم كده جوات منهم ما تشيلوا اصابعكين ابدا شلنا الكروشي ونشد هادا الخيط شدو بقوة شدو حتى على الاخر على الاخر قدر ما تقدروا تشدو وعقدوا هادا الخيط ثلاث عقد وبعد العقد الا ضروري تقطعوا الخيط وتولعوا ثلاث عقد كمان ما بيكفي ازا ما ولعتوا الخيط انا الحين ما رح ولع انو هن عندنا سبحان الله هو كتير ايوه خلص عقدنا الخيط شوفوا من اول عامود كل واحدة بدورها ما تنسوا لفة او لفتان زي ما بكل كن دائما ازا بتشوفوا بتزبط معاكن لفة تشوفوا بس اللفة الواحدة من تحت الابرة من فوق الابرة لفة واحدة ما رح تزبط معاكن من فوق الابرة لفة واحدة ما رح تزبط معاكن ضروري لفتان كل هادي العماويد اول شوت بيكون صعب علينا تاني شوت هم الكل يصير تلات اشوات معانا انا شوفوا اول بسوي كل بعد كام واحدة احتاج على الطرحة وبسوي عندي هذا يزبط الازهار بس الحين زي ما قلت لك رح نسوي بس هذا المدور انه والله عندي طلبيات ولازم جهزين يوصلوا على السعودية بيزن الله ان شاء الله رح نكمي هذا الدور كله ياته زي كده ما تنسوا نتبهوا انا الحين ما بلف ورغورش لفة واحدة انه بس شديتوا الخيط رفة واحدة هتزبط معاكم لفتان كما ما سر اي مشكلة عندنا لفتان من تحت الابرة لفتان من فوق الابرة كله نفس الشي المهم عندنا لازم يكون مشدود الخيط مزبوط ايه وصلنا لاخر واحدة شوفوا خيط خيط اللي تلعنا منه على فوق خيط اللي كان مربوط في الوطح الصورة من هنا ندخل وهذا فوق الابرة مش من تحت فوق الابرة ونسبتو صار عندنا اول شوط راح نروح شوط تاني خلو الغرز زغيرة ده تخلوها كبير كتير ومش زغيرة كتير اذا عملتوها زغيرة كتير راح يكون كده راح يلم كده يصير زي الكاس يعني انتو حين تشتغلو شفتو اذا شفتو عم بيلم معاكم بيصير زي الكاسة خلو الغرزة اكبر وازا كان بفرفر خلو الغرزة اصغر يعني بفرفر كيف ما بعرف والله كيف يكونوا في العربي بتشوفوا يعني كبير الغرزة عم لازم تكون هذا الشكل جدا جدا سهل واخواتي اللي يتعلموا اللي يعرفوا يشتغلوا كروشي اسهل اكتر طبعا اذا حذا بيناتكم ما يعرف يشتغل كروشي بتكون البداية هذي صعبة عليها بس ما فيش يعزب ولا يلخبط ايه بوصلنا نصر عندنا شوتة وصلنا على اخر غرزة رح نسوي من اول غرزة هنا شوي مهم غرزة عادة هنرجع من فوق ومن تحت تحبوا لفة او بتحبوا لفتات كما تريدوا المهم مش تضو الخيط هنا زغيرة ما نخليها كبيرة ابدا زغيرة ارجعنا جوت منها من فوق ومن تحت سبتنا نفس الطاقة شوف نفس المحل اللي ارجعنا اللي في الدور غرزة اللي في الدور سبتنا الخيط ارجعنا جوت منها من فوق ومن تحت غرزتين مش باللي الدور باللي دخلنا فيها نفس الغرزة باللي في الدور ارجعنا من فوق ومن تحت نفس الغرزة نفس الغرزة اللي في الدور ارجعنا من فوق ومن تحت نفس الغرزة نفس الغرزة اللي في الدور هذا بس ما في عندنا شي لخبط جدا سهل بس شدوا الخيط مزبوط بإذن الله رح يزبط معاكم كده بس شوفوا عم بيعرقوا يدي بصار الشغل هوي موايا انا عشان بسوي الشكل ده شوفوا بيكونوا شوي مدور مش ضغري شوي مدور بخلي هنا شوفوا ستة ستة من هاد الاجنحة زي الاجنحة بصير وبركب هاد الاثنين هذا رحين رح اوريكين كيف نركب اخر غرزتين عندنا اخر غرزتين رح نعلق يكون جاهز هذا واحد منهم نمسكه على بعض لاخر غرزة نرجع فيها نسبت الخيط بس حين بتركبوا شوفوا هذا له له ضهر كده انتبهوا عشان يكون نفس الجهة الاثنين نفس الجهة باي واحدة منهم دخلوا بالاجنحة الطويلة مش القصيرة في الطويلة دخلوا جوت منها شوفوا محل اللي طلعنا مش بتجنبه بالاسفل نفس الغرزة بالاسفل زي ما بنشتغل بنسوي الاجنحة العادي وهذي كمان اخر واحدة رجعنا جوت منها سبتنا الخيط دخلنا في الاجنحة اللي جنبه في اللي جنبه ما بنرخي الفراغ ولا واحدة في الاسفل محلة اللي تطلع لفوق مش بالتاني نحاول تكون الصورة واضحة مزبوط عشان في الاسفل الخيط من فوق الابرة انتبهوا اذا من تحت الابرة ما رح يزبط معاكم رح تفشل الغرزة ايوه هذي اللي بالاسفل ما قطعت لخبطت ايوه خلص انا زي ما قلت لك عشان هنا هوا ما بقدر خلص كده بس وهذي اللي كانت بالسفل من تحت رح شيلة شوفوا انا عشان بسوي مدور زي ما قلت لك بسوي الشغل مدور بخلي هنا ستة وهنا الاكتر من الغرز بس بس انتو ازا بتحبوا بتسووا كده ايش ايش اقول شي ضغري بتعدوا هنا وهنا بكون زي بعض الغرز ومن هنا ركبوا الاثنين بكون عندكين شي ضغري بيعطيكن الف عافية وما عليش سامحوني اخواتي عشان والله العظيم عندي طلبيات ولازم جاهز ان انا اصلا اتخرت عليكن ووعدكن انه نسوي لوردة الاحقحوان الاخضر عقب الاخضر بس عشان ده حين ما عندي وقت ان شاء الله بس خلصت الطلبيات رح انا اسوي لكن بيذن ربي دمتم بخير وعيدكم مبارك مرة تانية وكل سنة وانتو طيبين بالصحة والسلامة ويعطيكن الف عافية وربي سحل اموركن ونلتقي ان شاء الله بفيديو تاني على خير الى لقاء بامان الله